عامٌ يمرُّ وأنت نبضُ دمائنا فادعُ لنا من يهدي للأخيار لا خيَّب الرحمن فيك رجاءنا يا صاحب الذكرى أجز أشعاري وعليك صلى الله ليلة عامنا وعليك صلى كلُّ بدء نهاري وإليك يا طاه النبي صلاتنا وعليك ثم لآلك الأطهار ما هجرةٌ مرت لتطوي عامنا تجيء بالبشرى بعامٍ جاري الهجرة النبوية هي المحطة العظيمة من محطات الإسلام كما ذكرنا في الحلقة السابقة الهجرة النبوية كما تذكرنا أستاذ أحمد حياك الله مرة أخرى هي دروس وعبار وكان لها أبعاد كثيرة على تأسيس المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة فهي انتقلت من الحياء الجاهلية التي كانت تترتب فقط على النسب والتراب والمفاخر وإلى ما هنالك إلى التجمع على إعلاء عقيدة وحمل رسالة سامية تحدثنا عن الأسباب التي أدت إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنه لقى ما لقى هو وأصحابه من العذاب وإلى ما هنالك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ما هي الأساسات التي بنى عليها المجتمع الجديد في المدينة المنورة عندما أتى هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعلى الفور اجتمع أهل المدينة ترحيبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل قبيلة تأخذ بخطام ناقة تريد أن تنال شرف ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة هذه الناقة مأمورة مأمورة أنها ستنزل في مكان معين بأمر الله سبحانه وتعالى لها كل قبيلة تقول انزل عندنا يا رسول الله حيث المنع والقوة والحماية والرعاية قال دعوها فإنها مأمورة إلى أن بركت الناقة أمام باب المسجد النبوي الشريف الذي أقام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فور نزوله هذا المكان سأل عن صاحب الأرض قالوا هي لغلامين يا رسول الله فابتاع الأرض منهما الغلامين قال بل نهبها لك يا رسول الله نعطيها لك هبة قال لا بل ابتاعها صلى الله عليه وسلم منهم بعشرة دنانير وأمر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يدفع لهما وكان أول بناء وأول أساس بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا المجتمع المسلم الذي سيدعو إلى التكامل هو بناء المسجد ومن ثم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم مهاجرين وأنصار الأنصار أولئك الذين كانوا في المدينة وأسلموا وهم في المدينة من الأوس والخزرج وهناك من الأوس والخزرج الذين ما ظلوا على شركهم وكفرهم طيب وأما المهاجرين أولئك الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم من مكة بلا هدف واضح هم خرجوا طواعية طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم طواعية بمعنى هم مجبرون على الخروج من مكة لما ضيق عليهم ولكن لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يخرجون إلى المدينة المنورة وهم لا يعرفون في أي بيت سيسكنون ولا أي عمل سيعملون ولا من أي رزق يرزقون هم خرجوا هكذا وكانت الهجرة فرض عين على كل مسلم وقتها فلما كان هذا المجتمع يحتاج إلى بناء أسس قوية هذه الأسس بدأها صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد المسجد نعم لأن المسجد هو المسجد الجامع الذي يجتمع فيه الناس تلقى فيه الخطب تلقى فيه الموعظة تعقد فيه الاجتماعات تعقد فيه الأمور التي يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فيها رأي أصحابه من أهل الشورى فكان بناء المسجد أول أساس قام عليه صلى الله عليه وسلم حتى أنه بدأ بنفسه في العمل ببناء المسجد فمجتمع الصحابة الجالسين قالوا لئن جلسنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل ثم بدأوا مباشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل فإذا به صلوات الله عليه وسلم ينشد معهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة ثم استكمل بناء المسجد كانت القضية الثانية أو الأساس الثاني الذي بدأ عليه صلى الله عليه وسلم بتوطين هذا المجتمع المسلم هو المؤاخاه بين المهاجرين والأنصار كما ذكرت مجتمع المدينة أوس وخزرج كانوا متحاربين فهداهم الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كان تحدث بعض العصبيات بين الأوس والخزرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي هكذا كان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنة ومنها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واسكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا أصبحتم بنعمتي النعمة هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب هذا مجتمع الأنصار مجتمع المهاجرين هؤلاء الذين خرجوا وليس لهم متاع ليس لهم دار أين يسكنون ومن أين يأكلون كانت هناك عملية المؤاخاة كل واحد من الأنصار يستضيف رجلا من المهاجرين فيقاسمه بيته ورزقه وعمله حتى الزوجة والأولاد إذا كان للرجل الأنصار أكثر من زوجة ينظر إلى أيهما تعجبه من النساء فيطلقها ثم تنتهي عدتها ويتزوجها الرجل المهاجر وهكذا عندنا مثال سيدنا عبد الرحمن بن عوف وما في ذلك وقال دلوني على السوق وبدأ يعمل وصار من أغنى أغنياء المدينة رضي الله تعالى عنه فكانت المؤاخا بين المهاجرين والأنصار حتى أنها تأخذ حكم الميراس الأخوة النسبية إن مات الرجل الأنصاري كان للمهاجر إرس من ميراسه فلما كانت غزوة بد بعد غزوة بد نسخ القرآن الكريم هذا الحكم وجاء الخطاب القرآن وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة كان ذلك في الكتاب مصدورة فنسخ القرآن هذا الحكم وجعل لكل واحد نسبه الخاص به وألغى هذه المؤاخاة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع كان الأساس الثالث الذي بنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع هو تأمينه من الدخ كيف يؤمن مجتمع مذال وليد اللحظة مذال هذا المجتمع في نواته الأولى هو خرج طريضا خرج مطاردا خرج مقهورا ترك ماله كله ترك كل شيء ليس لديه القدرة على أن تفتح أمامه مجالات أخرى في الحياة أو أعباء إضافية عليه فكان هذا الزكاء النبوي من نبينا صلى الله عليه وسلم بعمل المعاهدة بين المسلمين الذين يسكنون المدينة وبين طوائف اليهود كذلك الذين يسكنون المدينة المنورة فكانت هذه المعاهدة كما ذكرنا هي ميزان لتأمين الداخل الداخل هذا لا تكن فيه مشاجرات لا تكن فيه مؤامرات لا تكن فيه طائفية ولا عصبية ولا علو من طائفة على أخرى سواء كان ذلك من المسلمين الذين أسلموا مهاجرين وأنصار أو أهل المدينة من المشركين الذين لم يسلموا بعد وكانوا موجودون فعلا أو طوائف اليهود الساكنة في المدينة المنورة ثم كانت لهذه المعاهدة تأمين الجبهة الداخلية فلا يكون هناك تآمر ولا يكون هناك بل كانت بنودها جميعا تدعو إلى التوافق وإلى التكاتف إذا كانت هناك دية أو إذا كان هناك يعني مسئولية هذه المسئولية يتشارك فيها الجميع هذا الواجب يؤديه الجميع هذا الحق على الجميع فكانت مسئولية المجتمع الواحد المتماسق وبها استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس مجتمعا مدنيا متماسكا وكما يقول إخواننا خرج من دولة الفكرة إلى فكرة الدولة هذه تأسيس الدولة عصر الظلام وعصر الخوف بدأها هنا الأساس في النور وبدأ الخطاب الإلهي والتشريعات الإلهية تختلف باختلاف الزمان والمكان ويمكن إحنا عندنا في علوم القرآن دائما ما نفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني خصائص القرآن المكي وما فيه وخصائص القرآن المدني وما فيه أو الخطاب يا أيها الناس يا أيها الذين أمنوا بدأت التشريعات بدأ الشهر بالصلوات وشهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة بدأت شراء الإسلام تكمل وتزبت ويقوم بها المسلمون على الوجه المطلوب حتى كانت في خطبة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة فلعل هذه الأسس السلاثة كما أجمع عليها المؤرخون وجمهور العلماء هي الأسس الثلاثة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المدينة ترجمة نانسي قنقر